أهلاً و سهلاً بكم يا شباب في الفيديو ده أتحارفكم إزاي نعمله ميجرمنت باستخدام الفيرنيير كاليبر بس في الأول عايزين نعرفه اللي ستركتشر بتاع الفيرنيير كاليبر عشان نعرفه نعمله ميجرمنت بيها أول حاجة لو تلاحظوا إن الفيرنيير كاليبر ديد عبارة عن two rulers فيه رولر هنا كده عادية خالص وفيه رولر تحتها رولر صغيرة بتتزحلق عليها الرولر رفوق دي بنسميها the main scale the main scale اللي تحت السكيل الصغير دو دي اللي تحت بنسميه the vernier scale الميجرمنت بالمين سكيل مفهوش أي حاجة كأنك بتقيس لنث عادي يعني مثلاً لو حضرتك بتقيس اللنث بتاع حاجة فطلعت three فبتقول three سنتيمتر طب هل ليك الاختيار إن انت تقول 30 مليمتر؟ أطبعاً مهشرة الصغانطوطة الواحدة دي هي عبارة عن ملي طب لو طلع one فأنت عندك الاختيار إن انت تقول one سنتيمتر أو تقول 10 مليمتر لو طلعت seven يبقى تقول seven سنتيمتر أو تقول 70 مليمتر أنت حر صعب الكلام دو دي أظن الكلام ده سهل طيب تاني حاجة عايزين نعرفه بقى إزاي نعمله ميجرمنت بالإيه؟ بالvernier scale اللي تحت هو في الحقيقة إحنا بنعمله ميجرمنت بالvernier scale والmain scale مع بعض اللي اتنين دول مع بعض مثلاً لو حضرتك عايز تقيس الديامتر بتاع كوين فبتقوم فاتح الvernier caliper بالطريقة ديد وتحط الكوين ما بين التو جوز اللي تحت علشان تقيس الديامتر بتاعها الاوتر ديامتر بتاعها طب لو حضرتك معاك رينج حلقة مفتوحة من جوه وعايز تقيس الانر ديامتر فبستخدم التو جوز اللي فوق يبقى أنا عندي تو جوز تحت عشان أقيس الاوتر ديامتر أو تو جوز فوق عشان أقيس الانر ديامتر وبقسهم إزاي عن طريق الاتنين skills دول مع بعض المين scale والإيه والفيرنيار scale طب إزاي بنعمله ميجرمنت مثلا أنا جبت حاجة ووقفتها هنا فطلعت فطلعت الثيكنيس بتاعها دا أقرأ الميجرمنت داود ازاي أول حاجة شباب بنيجو على الزيرو بتاع الفيرنيار scale بتاع السكيل الصغير اللي تحت أظن اللي استبديات سهلة أجي على الزيرو واشوفه هو بيشاور على مين في المين سكيل اللي فوق فلقيته شاور على كام دي اسمها 2.5 دي 2.6 دي 2.7 بس لو احنا كبرنا اللي سكيل كده حلاقية مش واقف على 2.7 بالزبط لا دا حلاقية بعد 2.7 بحاجة أنا عايز كمان الحاجة اللي بعدها ديت أنا عايز الدسم الصغير اللي بعده فأول حاجة تعال نشوفه نكتبه ازاي المين سكيل اللي الزيرو مشاور عليه الزيرو مشاور على المين سكيل دي ممكن نكتبها بالطريقة دي كده يا إما 2.7 سنتيمتر طب ممكن اكتبها بالمليمتر أو ممكن تطلع لي ازاي بالمليمتر تطلع لي 27 مليمتر هي هي آه هي هي يا إما اكتب كده يا إما اكتب كده طب وبعدين يا شباب عشان اجيب الحطة الصغيرة اللي بعد 27 الدسم الصغير اللي بعده بعمل ايه بعمل لعبة كده بقوم بص على الشرط اللي تحت ديد اللي هي بسميها الفيرنيار سكيل وبشوف أنه شرطة من دول متطابقة مع اللي فوقيها أول شرطة متطابقة مع اللي فوقيها فهل دي متطابقة لأ هل دي متطابقة آه فبقوم واخد الرقم بتاع الشرطة اللي حصل عندها التطابق اللي هو كام اللي هو 1 فقوم اكتب كده 27.1 مليمتر أو 2.71 سنتيمتر أظن اللعبة سهل ما فيهاش أي حاجة طب عايزين واحدة تانية ناخد واحدة تانية نفتحوا اللي سكيل كده مثلا كده مثلا اهو تعالوا نشوفوا المجرمنت دوات كام فأول استيب يا شباب اتفقنا عليها هنبصوا على الزيرو بتاع الفيرنيار سكيل بيشاور على مين في المين سكيل فلقيت الزيرو واقف فين بعد ال 5.5 هو ما بين ال 5.5 وال 5.6 فأنا عايز أعرف يا شباب هي 5.5 وكام أنا عايز الديسمل ده الحتة دي عايز أعرفها هي كامل حتة دي طيب الأول تعالوا نكتب المين سكيل اللي الزيرو شاور عليه المين سكيل اللي الزيرو شاور عليه أنا ممكن أكتبه بطريقة السنتيمتر أو ممكن أكتبه بطريقة المليمتر طب لو حابها أكتبه بطريقة السنتيمتر فهكتبه 5.5 بالسنتيمتر ماشي أو ممكن أكتبه 55 بس بالإيه؟ بالمليمتر أظن سهل ما فيهاش أي حاجة طيب أنا عايز الديسيميل بقى الصغير دا ودعمل إيه؟ هقوم أبص على البرنيار سكيل الشرط الصغيرة اللي تحت وشوفها هي متطبقة مع مين من الشرط اللي فوقيها من فوق من المين سكيل طيب هل الوان دي متطبقة؟ لأ التو لأ الثري لأ الفور لأ الفايف قربنا السيكس قربنا أكتر السيفن قربنا أكتر السيفن والشرط اللي بعدها لأ الـ 8A متطبقة معاها فوقم أكتب كده 55.8 بالمليمتر أو 5.58 سنتيمتر يا إما أكتبها بالطريقة دي يا إما أكتبها بالطريقة دي أظن اللعبة سهلة تعالي ناخد واحدة كمان حدلكوا واحدة أصعب شوي يعني مثلا الإرائة دي تعالي نشوفوا كده عشان نعرفوا الديامتر بتاعت الحاجة اللي أنا عايزة إسها دي تطلع كام فأول ستاب هبص على الزيرو اللي تحت أبص بشاور على كام في السكيل اللي فوق فلقيت الزيرو دود مشاور على الـ 4.4 هو واقف ما بين الـ 4.4 والـ 4.5 فأنا عايزة أعرف هو 4.4 وكام فطبعا أنا ممكن الأول أكتب المين سكيل اللي هو 4.4 سنتيمتر أو ممكن أكتبه 44 بالمليمتر أنا حر دي هي دي الـ 4.4 هي 44 مليمتر طب وبعدين أنا عايزة أعرف هي 4.4 وكام الحتة الصغنطوطة دي عايزة أعرفها هي كام بالزبط ما هو وظيفة الـ الـ 4.4 وكام بالزبط الـ 5 لأكتبه الـ 5 لأ يبقى هي ما بين 4 وما بين 5 في الشرطة دي فالشرطة دي أسميها إيه؟ أسميها 4 ولا 5؟ لأ بسميها 45 يعني أقوم كاتب كده 45 أو أكتب كده 45 هنا فإما أكتبها بالطريقة دي بالسنتيمتر إما أكتبها بالطريقة دي كده بالمليمتر طيب ناخد واحدة كمان فيها اللعبة دي إيه مثلا دي كده تعالوا نشوفه تعالوا نشوفه الميجرمنت دو دي يطلع كام ها عشان نشوف الميجرمنت أول ستاب أشوف الزيرو بيشاور على مين فوق وتاني ستاب أشوف أول شرطة متطبقة من اللي تحت مع اللي فوق فأول ستاب هشوف الزيرو كده هو زيرو واقف عند كام عند 6.1 6.2 ما بين 6.2 وال6.3 ما بين الشرطتين دول تعال كده نكبرها اهو واقف ما بين 6.2 وما بين 6.3 فأنا عايز أعرف هي 6.2 وكام فالأول حاجة نكتب المين سكيل اللي هو اللي هي 6.2 سنتيمتر طب هلأ أنا ممكن أكتبه بالمليمتر اه طبعا ممكن أكتبه 62 مليمتر طب بس لسه فيه دي سمال صغير أنا عايز أعرفه اللي هو 6.2 وكام أو 62 وكام فهبتدي للستاب التانية أشوف أول شرطة من الفيرنير سكيل متطبقة مع شرطة فوقيها من المين سكيل فبصوا كده أنا ببص هنا 2 لأ 3 لأ 4 لأ 5 سن 6 لأ يبقى ما بين 5 وال6 اللي هي دي طب دي أنا أكتبها 5 ولا 6 لا أنا أكتبها 5 ونص فبا أكتبها 55 يعني أكتبها كده 5 and half يعني هي ما بين 5 و 6 فأكتبها 55 أو أكتبها كده 55 أكتبها هنا فهنا أكتبها بالسنتيمتر بالطريقة دي أو أكتبها بالمليمتر أظن اللعبة بقت واضحة طب أنا أقدر أجيب منين الشكل ده عشان أتمرن عليه أنت ممكن تتمرن على الشكل ده وتفتح الفيرنير الفيرنير كاليبر وتقفلها براحتك وتتمرن على الأرقام وطبعا وتتأكد من المجرمنت اللي أنت عملته من الرقم اللي تحت من اللعبة دي دي أنت تجيبها منين دي حضرتك تروحها للجوجل وتسأله تكتب كده هنا في الجوجل فاول ريزلت يطلع لك تدوس عليه تدوس على أول لينك يطلع لك فالسيط اللي هيطلع لك دوت هتلاقي فيه الفيرنير كاليبر سيميوليتر هتنزل تحت هنا كده هتلاقي الفيرنير كاليبر سيميوليتر تفتحها وتفتح وتقفل بقى براحتك الفيرنير كاليبر وتتمرن عليها وتجيب مجرمنت كتيرة وهتلاقي هنا كاتب لك المجرمنت بس بالمليمتر ده مش بالسنتيمتر دبل مليمتر أظن سهلة خالص وتقدروا تتمرنوا عليها في البيت شكرا يا شباب